موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامج مدار الاقتصاد موسيقى 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 والجلود. والجمع النسيج والجلود يضمن في الحقيبة تاعه شركات فرعية. كان خمس شركات فرعية في الانتاج وشركة فرعية في التوزيع والتسويق. الشركات الفرعية في الانتاج كان شركتين متخصصين في انتاج كل انواع النسيج بما فيهم تكزالك تديا. وعندنا شركة فرعية. وزود شركات الفرعية عندهم وحدات انتاجية على كل التراب الوطني. وعددهم 17 وحدة انتاجية. 17 مصانع. وعندنا شركة فرعية السياج. المختصة في الخياطة والملابس الجاهزة. عندها 12 مصانع ثاني متوزعين على كل التراب الوطني. عندنا شركة رابعة هي شركة اسد. المختصة في الدباغات التي تنري. وهي تحويل الجلود لصناعات للمصانع صلحة الجلود. وعندنا شركة لذر اندوستري. عندنا لتنري دباغات عندنا ست مصانع. ولذر اندوستري عندها اربعة مصانع عبر التراب الوطني. كانت ثلاث مصانع مختصين في الصنع الأحذية ومصنع مختص في خياطة ملابس الجلدية والإزارتيك والفاليز والكارتاب نرى العديد من الوحدات الصناعية عبر مختلف مناطق الوطن في هذا الإطار نتحدث على قدراتكم لتلبية حجيات السوق الوطنية بالنظر لعدد الوحدات الصناعية التي يضمها المجمع طبعا عدد الإجماع الكامل للمصنع المجمع جيتكس على الطراب الوطني 40 مصنع إنتاج وذكرت عنا شركة التوزيع والتسويق اللي هي جاكت كلوب اللي عندها 45 محلات تجارية كين 25 دخلوا في النشاط متوزعين على كل ولايات الوطن والباقي أنا نهيق فيهم لكي يدخلوا النشاط قريبا إن شاء الله يعني لو تسمحني نكمل البرزنتات للجروب جيتكس قبل من أولي السؤال على تعطية نسبة سوق مجمع جيتكس ثاني عنده شريك في شركة أعتيت اللي عندها سبعة مصنع متوزعة للطراب الوطني شريك بـ 40% و60% تبع لوزارة الدفاع الوطني وآخيرا مجمع جيتكس نشاريك في مراكب نسيج طيال بسيدي خطاب بغلزان حيث لكن هل Buny ترجم وفيه مجمع جيتكوين وفيه إستائي دوح كن نستطيع محطة تستفيد المياه لتقدر بـ 18,000 مجمع مجمع سنويين وهي منذ تلك المنتجة التعليقات التي يمكن أن تنتج 30 ميغواط الهجيات الكهرباء في المصرح. وهذا مرة كبه هذا للغي لزمان. القدرة الإنتاجية التي يكمل سينتج أكثر من 44 مليون متر طولي من القماش سنويا. والمتروج كان ينتج 12 مليون جين في العام، 6 ملايين شميس، و 12 مليون ديزارتيك دي بوناتري، وانت لابا كانت نهاية 2018؟ يعني في 2018 حتى الوقت الحالي، هذا المركب يشمل كما قلت الثمينة مصانع، يعني دخلوا في النشاط بطريقة تدريجية، يعني الانترى والمتروج من القمال، كانت تفتح بطريقة جرادية وصفية. يعني بالنظر لهذه المعطيات التي قدمتها لنا سيد زروقين، تحدثوا لقدراتكم أيضا لتلبية حاجات السوق الوطنية، خاصتكم أنكم المجمعات الرائدة في هذا المجال؟ شكرا. المجمع جيتكس، اللي كان يعني نشوفوه عند عشر سنين في أولي، دونك 2020-2011، كان يغطي نسبة تغطية السوق الجزائرية، ما كانش تتعدى 4%، ولكن في 2011 القطاع، بعد ما مر من مرحلة صعبة، مرحلة التسعينات، وين؟ كل اقتصاد الوطني تأثر، وقطاع النسيج تأثر تأثر كبير، في المرحلة ذي كان بزاف مصانع اللي غلقوه، منتوج قطاع النسيج العمومي الجزائري، أعرف في مرحلة كريزة، في 2011، السلطات العمومية، قروا باش يعودوا ينعشوا هذا القطاع، في المرحلة ذيك، القطاع استفاد من 21 مليار دينار قروض بنكية، لتمويل مخطط التنمية، مخطط التنمية، كملنا تقريباً في 99% جهزناه، ما عرفنا شوية تأخر في التنفيذ، ولكن استدركنا هذا التأخر في 2018، باش نولي لسؤال تاك نسبة تقطية السوق، قبل مخطط التنمية هذا، نسبة تقطية السوق مجمع من القطاع العمومي للنسيجة في الجزائري، كانت ما تتعدش ربعة في المياه، بعد ما قمنا بمخطط التنمية، قمنا بتحديث وسائل الإنتاج، مصانع مجمع جيتكس، شراط وسائل الإنتاج حديثة، كما الوسائل اللي رغم ينتجوا فيهم حالياً في أوروبا، ولا في أسيا خاصةً. بعد ما دخلنا، بدأوا المصانع، الوسائل الإنتاجي للحديثة الجديدة دخلوا في النشاط، طلعنا نسبة تقطية السوق حوالي 10%، وبعد ما دخلنا في النشاط تدريجياً، جمهوركيا بغريزان، نتحث على جو الاستثمار، الجو العام للإستثمار، قد يساهم في بعث هذا النشاط، خاصة أنت سبق وقلت أنه منذ التسعينات، هذا القطاع عرف ركود، اليوم هناك انتعاش، هناك محاولة إعادة بعث حركية هذا القطاع، اليوم المناخ العام للإستثمار وبعث هذا النشاط، يساعد ويلائم على ذلك؟ أكيد يساعد، تصرحت بها من قبل، من 2011 إلى هنا، شاهدنا بلي كان إرادة سياسية قوية لإعادة إنعاش هذا القطاع، والدليل على ذلك، القروض لمنحتهم السلطات العمومية لتحديث وسائل الإنتاج لإعادة هيكلة هذا القطاع، وثانياً كان الإرادة، إرادة العمال، إرادة طاقم تسير الشركات والمجمع، كان إرادة الشركة الإجتماعية ثانية، نقدر نقول اليوم كل العوامل متوفرة لكي القطاع هذا يزيد يطلع الإنتاج، يطلع المنتوج، والمردود، كان كل تسهيلات، عرفنا التأخير في السنوات الأولى لتنفيذ المخطط الانمية، تأخير هذا كان شيء عوامل، الميزة ديسبوزيون ديكريدي، طولت شيء باش حصن على ديكريدي، فيها واسموا ديكريدي، وعندنا شفية تأخير، لأننا لم نكن جاهزين مية في المية، في السنوات الأولى، وكان عمل واحد أخر، يعني نقص ليد العاملة المؤهلة، نعم، أيضا نعود إلى ربما فترة التسعينات، أننا شاهدوا هذا النشاط، تتراجع بتالي جزائر، يعني لجأت إلى الاستيراد لتلبية الطلب المحلي، اليوم الرهان هو استعادة أيضا ثقة زبون الجزائري في ظل المنافسة، كيف ستعملون على ذلك، ربما السياسة التسويقية لتقوموا بها، حتى أنكم تشجعوا زبون الجزائري نحو توجه نحو المتاجات المحلية الصنعية؟ نعم، هنا، نحن نضع أيضا على معادلة السعر والنوعية أيضا؟ نعم، هنا، في مدى الأقصات الراتيجية من جتكس، كما نحن نتحدث عن طريق التنفيذ المخاطر التنمية، هل ستصل إلى است قد رسالة وتتوارد، لنشوف أحدهم، وليس يدد من نقاشات التنفيذ المخطر beautك، ونحن نتحدث عن مكتانات التن مشكلة للتحبيل جادة قوم من فضل والمحليةen، ونسأل من تنفيذ المخطر لتكسوية جديدة، في مدى الأعزاء التجديد، نحن نحن نتحدث عن طريق التنفيذ المحلية، ونحن نتحدث عن طريق التنفيذ، ومتحني أن يشاهدنا على التجديد القراسة، مع الالجيريين. نحن نتحدث في جزائر والفارات في الجزائر وحتى في الخارج. نحن نتحدث في موريتانيا وموريتانيا. نحن نتحدث في الجزائر لأننا نتحدث عن الالجيريين لكي يتعرف به. هل هناك اهتمام بالمنتوج الجزائري في ظل مشاركتكم في المعارض الدولية؟ كان اهتمام كبير. شاركنا في المعارض الدولية وشاركنا في المقشوط. بعد ما شاركنا في المعارض المقشوط حالياً لدينا اتصالات مع متعاملين اقتصاديين موريتانيين الذين وزارونا في الجزائر شاهدوا المصانع تواعنا. شاهدوا الإمكانيات المتوفرة عند مجمع جيتيكس. وحبوا نديروا معهم علاقات تجارية لكي يشيروا علينا السلعة من الجزائر لكي تذهب للخارج. يعني كبيرتان نتحدث عن تصدير نحو الخارج خاصة الأسواق الأفريقية أيضاً إمكانية استثمار المجمع في إحدى الدول الأفريقية. هل أربما هذا الخيار متاح؟ لحد الساعة ما زل ما فكرناش في الاستثمار في الخارج ولو كانوا متعاملين موريتانيين اقتصاديين تكلمنا تحدثنا على الأمر هذا ولكن فضلنا نبدأ باستيراد المنتوج باستيراد المنتوج الجزائري مجمع جيتكس وإن شاء الله ستكون بالك معهم صفقات لتسويق المنتوج خارج الحدود. نعم أيضاً في هذا الإطار نبقى دائماً مع السفقات وشركات مع الأطراف الأجنبية قطاع النسيج دائماً يحقق أرقام كبيرة في مجمل اقتصاديات الدول الكبرى يعني ربما أيضاً الشراكة تركية توجت بمصنع غليزان هل أيضاً الجزائر تبحث عن شراكات أخرى في هذا المجال مع دول أخرى للاستثمار هنا في الجزائر؟ أكيد بعد أن نجحنا في مشروع الشراكة بغليزان مع الأطراك عندنا حالياً عندنا اتصالات مع متعاملين أجنبيين من بلدان مختلفة باش نعملوا شراكات جد في قطاع النسيج والجلود وكان شراكات دي بروجيه دي ديسكيشيون كان حوار حالياً من بين البلدان اللي ربما تتطلع الجزائر لتعامل معها في هذا المجال إلى جانب تركيا مثل ما سبقاً عندنا اتصالات حالياً مع مجمع في فرنسا باش ندخلوه في إيطار المناولة في قطاع صنع السيارات الاندوستي الوطنموبيل عندنا اتصالات معهم واجتماعات ونندرسوه في المشروع عندنا اتصالات مع متعامل اقتصادي سعودي عندنا اتصالات مع متعاملين سينيين وعندنا اتصالات مع متعاملين موريطانيين نعم جيد بدأل تعاني ولا نعم جهد خوضة أتصالات مع تركياس آتصالات عم جدون ثمينوستي الوطنموبيل في الوطنموبيل في أنتصالات عمگ في حياتا في التنظيم الهوطن وخيالي في التنظيم الناسج في الناس المحاولة في التنظيم الهوطن وكب صورة على المستقامل كانت اتصالات كبيرة ما نقدرش نقول كثير من الشيء هذا ما نقدرش نسمي المؤسدين الناس اللي نتحاول معهم ولكن يجي وقت وين نقدره نتكلمه على المشاريع يعني منذ قليل تحدثنا عن نقص اليد العاملة في هذا المجال دائما عندما نتحدث عن نقص اليد العاملة نتحدث عن أهمية التكوين اليوم في هذا السياق نتحدث عن مراكز التكوين وأهمية مرافقتها أيضا لهذا القطاع هذا مشكل يعني ستدل إلى فرينة الإلان للرولانس بالسكتور التكستيل والدكوين العيلي بعد ما عرف قطاع النسيج والجلود عرف يعني في بريود دكلا تسعينات كما قلت قبلها قطاع النسيج عرف مرحلة صعبة بعد بعد اللي اسينيج الكملايكز التكستيل قمت برفين حتى تكوين راح معا كانت إطارات النسيج والجلود الانجينيور مهندسيين ومهندسيين 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 كانوا يخرجوا من معهد بومردس ومن التسعينات لهنا الانيل البومردس والأكس انيل نفور بلو دنجنيور en تكستيل ومهندسيين لذلك تجربة تدوحة. بعد الأنذين من الأساسيات العادية المتحدة في العديد من التجربة كل شيء يوجد عام. لذلك تقلق كما يقلل على المساعدة المساعدة المعارضة والمعارضة التعليم العلي لن نعود إلى الأشخاص في الناس التكستيل وكوير. هذا من أين ذلك. وكذلك الأن، هل تقريباً المكاشة مركزة تكون اليد العاملة في قطاع النسيج والجلود؟ حالياً، نحن في اتصالات... هل ربماً؟ هل القطاع قادر على استخدام اليد العاملة؟ قادر. القطاع النسيج والجلود في كل المسيق المعارضة البعضة. هل تقريباً، هل تقريباً؟ سهارة البعضية، اللي خلقها على قطاع النسيج. على هذا الخطأ ، أريد العاملة على تقريبات المشكلة لو جلبت عملت العاملة بالتكستيل أريد العاملة والمستخدمة بالتكستيل لدينا نعودة للمساعدات الماضية نظرنا نقود بأن المستخدمات المنفجية مع المستخدمات البرنامجية مع أنفسي الأساسية ، لكن يحتاج بالأسفل و بحاجة الجهدية. انف ايقاف القطاع في المنطقة للرفرمات المتحدة قبلたة نقذ بالتوسط و حالة الوزارة المحنية نجده في البروغرام لكي نعود نديرو تكوين اليد العاملاء في المركز تكوين وكان بروجيو وكان لغاكو المجمع جيتكس شارك فيها وشيئت عندها عام من طرف وزارة صنعاء والمناجم والدورة تعلغاكو لكي نكون اليد العاملاء في كل قطاعات الصنعاء بما فيها قطاعات النسيج ونجده معهم ثاني لكي نعود نديرو لكي نديرو الكمبليكس الوزين مع ماندور كاليفية لكن بالنظر إلى كل هذه التحديات ربما لوجهها المجمع نتحث أيضا على الظرف الاقتصاد الرهن التي تمر بها الجزائر هل سيساهم أيضا في بعث هذا النشاط قطاع النسيج؟ سيساهم أيضا في تحديات أسعار النفط وتأكل احتياطية السرف ربما الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني طبعا لا تأثر الاقتصاد الوطني سي نرمال حتى الاقتصاد النسيج والجلود يتأثر ولكن لحد الساعة يعني ما حسنا يعني تأثر يعني كبير في المرحلة هذه مدام القروض استفدنا الدجا منهم الاستثمار ره يمشي المصانع ره يتنتج ولو عرفنا عرفنا اضطرابات في الأيام الأخيرة لفاتو ويتو تيران تردون الحمد لله قاعد المصانع ره يتشغل قاعد العمال ره يجل مجندين باش نعود نعشو القطاع هذا نعم يعني جزائر تحاول في السنوات القليلة الماضية إعادة بعث هذا النشاط السنة الماضية كانت هناك إطلاق لمبادرة جمع جلود الأضاحي هي الثروة اقتصادية مهدورة خاصة أن الجزائر سنويا يتم نحر حوالي 4 ملايين أضحية ربما كم ربحت الجزائر من إطلاق هذه المبادرة خاصة أنه تم جمع أزيد من 200 ألف جلد أضحية كم ربحت الجزائر وكم ستربح في المستقبل في حال استمرار مثل هذه المبادرات هذه المبادرة كانت مبادرة مليحة وشرفت عليها وزارة سنعود منجم وإحنا كمعامل اقتصادي مجمع جيتك شاركنا في هذه المبادرة العملفات قمنا استهدفنا ولايات نموذجية وكما قلت تمكننا من استرجاع أكثر من 900 ألف جلد والمبادرة هذه مستمرون على هذه المبادرة هذه السنة أكيد كان ندرسه في الملف ننسعه باش نشملوها على كل ولايات الوطن في السنوات القليلة المقبلة إن شاء الله لكان كما صرحتي فيها أميان معدل فايت أكثر من 4 ملايين جلد قادرة تسترجع سنويا خلال عيد الأضحية لكان نتمكن من استرجاع كل هذه الجلود راحة تستفاد 20 مليون دولار في الماتير الماتير فاكسي تنجزم الماتير 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 يجب إسفلواتي نعم لا يمكن في الوطن الإيقنية سنويا كورو لإيقنية الإيقنية أو كنت أخر سنويا على حماية البيئة حماية البيئة في هذا الإطار نبقى دائما مع المادة الأولية الجزائر في قطاع النسيج تعتمد على 60% من المادة الأولية نتحدث في هذا الإطار عن أهمية الاستثمار في مجال نحن نتحط أيضا على زراعة القطن في الجزائر أيضا أكيد بما يخص الجلود لا نستورد أخر كيف بردويل أو بردويل ولكن الجلد مادة الأولية جزائرية على بها قمنا بالمبادرة لكي نحاول كيف نسترجع كل الجلود المتواجدة داخل الوطن ولكن في صناعة النسيج أكثر من 60% من المواد الأولية مستوردة نقدر نقول 80% من المواد الأولية المستعملة في صناعة النسيج مستوردة وأكبر والمواد الأولية المستوردة كان القطن وكيف الفيبر السنتيتيك الاخيرليك والفيبر السنتيتيك التي استعملوها في صناعة البطانية 80% من المواد الأولية مستوردة هذا استطيع مدع الهد إنعاج قطاع النسيج في الجزائر مدام المواد الأولية مستوردة الخيارات المتاحة اللي يمكن أنها تساهم في ربما القطاعات اللي يمكن أنها تدخل حتى تضع حد لربما الاسترادة أو تقليل من استرادة المادة الأولية كان قطاعين لو يتدخلوا في الميدان هذا رايحين ينشعوا ينعشوا قطاع النسيج وبرتكولير وكل الاقتصاد الوطني كان قطاع الفلاحة لو كانت تمكن من زرع القطن في الجزائر رايحين يستفادوا المادة الأولية تكون متواجدة في الجزائر رايح تزيدنا في قوة التنافس في السوق المحلية وكذلك في السوق الدولية بالنسبة للمنتوج الجزائري وثانيا رايحين نقلصوا فترات الاستيراد رايحنا نستهلكو حاليا ومنها 2019 مع الدخول للنشاط مجمع للمركب غليزان رايحين نستهلكو أكثر من 60 ألف طن قطن سنويا والقطن سنويا قيمة هذه المادة أكثر من 150 مليون دولار سنويا ورايح تكون بعد دخول للنشاط سنويا للمركب غليزان سنويا هذا قطاع الفلاحة أما القطاع الثاني؟ القطاع الثاني هو قطاع سنويا نحن نسعى لذلك نحن نتعامل لفبر سنتيتيك الفبر سنتيتيك هل يكون هناك تنسيق بين هذه القطاعات وقطع النسيج هل هناك تواصل هل هناك لقاءات كان لقاءات كان اجتماعات تكلمنا على المشاريع ورهم في الدراسة حقيقة لو كان ندخل صنع في الجزائر وزرعة القطن في الجزائر قطاع النسيج سيعرف قفزة نوعية كبيرة فيما يخص قدرة المنافسة في السوق نعم ربما آخر سؤال حملة البس جزائري كان أطلقها نشيطون هنا في الجزائر لم تستمر هذه الحملة هل هناك مبادرات أو ربما متى سيلبس الجزائري ملابس جزائرية مئة بالمئة بجودة وبأسعار معقولة المستارك الجزائري بدأت بس المنتوج الجزائري بدأت بجودة جزائري بدأت بجودة جزائري مناسبة جزائري مناسبة جزائري مناسبة جزائري وتعاليك اضحة المغربية وقد عملت عنها لأنه يجب أن اتقلت للمع Looks Strategique ورابت لجتكس على المنطقة على البعث على العديد على البيعات اجببنا نظامنا 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 برد نظامنا على المغربية التي يشعرون على السادق على المغربية على المغربية على المغربية على المغربية على المغربية في الثاني المنتوج الذي يصنعه فيه حاليا هو موضوع المحلات المفتوحة من المنتوج ومعنا المنتوج يتحدث في السوق عندنا تكلم عن الشركة الفراعيلة التوزيعة والتسوق جاكت كلوب عندنا 25 محلات تجارية مفتوحة حاليا كان المنتوج مصانع جيتكس ومنتوج طيال بيغليزان نسوقه فيه في المصانع هذو وكان دي جراند سورفاس حاليا كان دي جراند سيست اللي رهم يشيروا علينا المنتوج الجزائري وراحوا يعودوا تسويق تعوه في السوق الجزائري المنتوج الجزائري بدأ يدخل في السوق الجزائري وراح نسبة تطيئة ما ربما المستهلك الجزائري على هذه المنتجات يعني مقارنة ربما بالمنتجات المستوردة خاصة أنه طيلة 30 سنة المواطن الجزائري تعود على المنتجات المستوردة النتحة الأجنبية بسرعة عامة المستهلك الجزائري هو يطلب المنتوج الجزائري إحنا كأعرضنا المنتوج مجمع جيتكس مجمع قطاع النسيج الجزائري في السوق يعني الإعجاب الجميع سيتم بورا بوركالي تبري الناس كان مستهلك يحوص على مركة يحوص على منتوج خارجي ولكن ما عنا حتى مشكلة في تسويق المنتوج الجزائري نعم شكرا لك سيد مقارنة زروقي رئيس المدير العام للمجمع العمومي للنسيج والجنود شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لكم مشاهدينا السلام عليكم اشتركوا في القناة